أنا خبر عاجل قبل أن أستكمل فقرات التاسعة وخبر متعلق بالأحداث في غزة والكلام عن الجهود المصرية في هذا الإطار نفى مصدر لقناة القاهرة الإخبارية ما تردد من أنباء حول أن مصر تقوم بتجهيز ثلاث مستشفيات على الحدود مع قطاع غزة لاستقبال مئة ألف مصاب وذلك مقابل حصولها على ودائع بقيمة 5 مليار دولار من دول الخليج ستحول إلى استثمارات على مدار عدة سنوات كما نفى المصدر لقناة القاهرة الإخبارية ما تردد حول نقل حركة حماس إلى تركيا وفي الخبر ده العاجل ده فيه جزئين الجزئ الأول يعني متعلق بمسألة الإشاعات وتحديدا قصة حصول مصر على مليارات أو أموال مقابل تحرك معين في جهدها في أزمة قطاع غزة